بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد القرآن الكريم يوجهنا إلى مكارم الأخلاق ويقاعد لمجموعة من الأخلاق التي تجعل بين الناس ألفة والتي تجعل بين الناس مودة ورحمة وسكينة وسلام مجتمعي يعم الناس بأسرهم ولذلك القرآن الكريم عالج بعض الأمراض الاجتماعية أو بعض الأخلاق الذميمة التي ربما إذا وجدت أورثت بين الناس نوعا من الكراهية أو أورثت بين الناس نوعا من البغضاء فنجد الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب ورحيم هذه الآيات تعلمنا الآداب وتنهانا عن عدد من الأخلاق الذميمة التي إذا وجدت بين الناس تكون كفيلة أن تورث بينهم الكراهية وأن تورث بينهم البعضاء وأن يكون في المجتمع حالة من عدم الارتياح وأن يكون الناس يعيشون في جو لا يرضاه الله ولا يرضاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنافى مع مبدأ الوحدة الذي أراده لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا فحينما ينهان الله سبحانه وتعالى عن اغتياب الناس والوقوع في أعراض الناس إنما هو بذلك الأمر يجعل بين الناس نوعا من المودة ومن الألفة ومن الرحمة وينزع من بينهم البعضاء والفحشاء ولذلك يوجهنا فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التزام مكارم الأخلاق فينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه نعم أنت حينما تغتاب أخيك وحينما تقع في عرضه وحينما تتكلم عنه بما يكره أنت بذلك تكون قد أصبت أمرا حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت في معصية وارتكبت إثما يغضب الله سبحانه وتعالى وأيضا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده نعم ليس شرطا أن تؤذي الناس أن تقوم بضربهم أو أن تفعل فيهم فعلا يؤذيهم بشكل أو على نحو مادي يكفي أنك إذا ذكرت امرأا بسوء تكون بذلك قد أسأت إليه وتكون بذلك قد ظلمته فيجب على الإنسان دائما أن يصون لسانه عن الوقوع في أعراض الناس مرضاة لله سبحانه وتعالى ولأن الوقوع في أعراض الناس بعد ذلك يتسبب أو ربما يكون سببا أن يقع الناس في عرضي نعم كلنا من أصحاب الأخطاء وكلنا ليس أحد منا بمعصوم أبدا فمن الوارد إذا وقعت في عرض أخي أن يأتي أحد بعد ذلك ويقع في عرضي لذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته نعود بالله سبحانه وتعالى من الخذلان نعم يجب علينا أن نفهم إذا أنا وقعت في عرض أخي وإذا أنا تتبعت عورته وإذا حاولت أن أفشي سره وإذا حاولت أن أبدي مساوئه للناس سيأتي علي يوم يكشف الله تعالى سطره عني ويفضح الله تعالى سوء أخلاق أمام الناس فهذه من الأمور التي يجب أن ننتبه إليها جيدا وأن نلتزم فيها بمنهج الإسلام وأن نلتزم فيها بتوجيه القرآن وبتوجيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على أن يورث الناس مكارم الأخلاق لأنه صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق فيسألهم صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة فيقولون الله ورسوله أعلم فيقول لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما تكره فيسأل واحد من من يستمعون إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صحابة الكرام يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول فيخبره صلى الله عليه وسلم قائلا إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته أي افتريت عليه وظلمته وادعيت عليه بما ليس فيه كذبا وزورا وبهتانا هكذا أيها الإخوة المؤمنون يوجهنا القرآن الكريم إلى مكارم الأخلاق والتحلي بفضائلها لنكون مجتمعا متحابا متآلفا متعاونا على البر والتقوى كما أراده الله سبحانه وتعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته